الدورة الشهرية للمرأة استغرق الدورة الشهرية المتوسطة حوالي 28 يوما تحدث على مراحل عدة المرحلة الجرابية ثانيا مرحلة التبويض ثالثا المرحلة الأصفرية ويوجد أربعة هرمونات رئيسية تشارك في الدورة الشهرية تتمثل في الهرمون المنبه للجريب والهرمون اللوتيني وهرمون الاستروجين وهرمون البروجسترون لكن ما الذي يحصل للمرأة في الدورة الشهرية؟ سوف نتعرف مع حضراتكم على كل ما يحدث يوما بيوم اليوم الأول تنفصل الأنسجة المبطنة للرحم وتغادر مع الدم من الجسم ثم تنخفض خلال اليوم مستويات هرمون الاستروجين مما يجعل المرأة تميل إلى الشعور بالاكتئاب أو الانفعالات ثانيا اليوم الأول إلى اليوم الخامس تظهر حبوب مملوئة بالسوائل تسمى جريبات على المبايض كل جريب يحتوي على بيضة ثالثا في اليوم الخامس إلى اليوم السابع يستمر نمو جريب واحد بينما تتوقف الجريبات الأخرى عن النمو ويتم انتصاصها مرة أخرى في المبيض كما تبدأ مستويات هرمون الاستروجين من المبايض بالارتفاع رابعا في اليوم الثامن يفرز الجريب مستويات متزايدة من الاستروجين ثم ينمو بشكل أكبر ويتوقف عادة نزيف الحيط ويساهم ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين من الجريب في ازدياد نمو وسماكة بطانة الرحم إذ أن بطانة الرحم غنية بالدم والمواد المغذية التي تساعد في تغذية الجنين إذا حصل حمل كما يعزز الاستروجين من مستوى الاندروفين وهو مادة كيميائية في الدماغ تساهم في الشعور بالرضى لذلك يزداد شعور المرأة بالطاقة والراحة أو الهدوء خامسا اليوم التاسع إلى اليوم الثالث عشر تبلغ مستويات هرمون الاستروجين ذروتها وتسبب ارتفاعا حادا في مستوى الهرمون اللوتيني الذي يتسبب في انفجار الجريب الناضج وإطلاق بويضة من المبيض تعرف هذه العملية باسم الإباضة سادسا في اليوم الرابع عشر من المرجح أن تحمل المرأة إذا مرست العلاقة الحميمة خلال أيام الإباضة أو الأيام الثلاثة التي تسبق عملية الإباضة سابعا الأيام من الخامس عشر إلى الرابع والعشرين تساعد قناة فالوب البويضة على الانتقال بعيدا عن المبيض باتجاه الرحم ثم ينتج الجريب الممزق على المبيض المزيد من هرمون البروجسترون الذي يزيد من سماكة بطنة الرحم وفي حال اخصاب حيوان منوي للبويضة في قناة فالوب فإن البويضة المخصبة سوف تستمر في النزول إلى قناة فالوب ثم تلتصق ببطنة الرحم ويبدأ الحمل أما إذا لم يتم تخصيب البويضة فإنها تتفتت ثامنا في اليوم الرابع والعشرين إلى اليوم الثامن والعشرين تنخفض مستويات هرمون الإستروجين والبروجسترون إذا لم تكن المرأة حاملا ويمكن أن يتسبب هذا التغيير السريع في تغير مزاجها عادة ما تشعر بعض النساء بالعصبية أو القلق أو الاكتئاب خلال أسبوع ما قبل الحيض ولكن البعض الآخر لا يشعرن بذلك في الخطوة الأخيرة من الدورة الشهرية تغادر البويضة غير المخصبة الجسم جنبا إلى جنب مع بطنة الرحم بدءا من اليوم الأول من الدورة الشهرية التالية ودورة الطمث لكن يجب استشارة الطبيب بخصوص الدورة الشهرية في الحالات الآتية أولا إذا لم يبدأ الحيض في سن الخامسة عشر عاما ثانيا إذا لم يبدأ الحيض في غضون ثلاث سنوات بعد نمو الثدي أو في حال لم ينمو الثدي رغم إتمام سن الثالثة عشر ثالثا إذا توقفت الدورة الشهرية فجأة لأكثر من تسعين يوما رابعا إذا أصبح الحيض غير منتظما بعد أن كان منتظما خامسا إذا حصل الحيض أكثر من كل إحدى وعشرون يوما أو أقل من كل خمسة وثلاثون يوما سادسا إذا استمر النزيف لمدة تزيد عن سبعة أيام سابعا إذا كان هناك نزيف أكثر شدة من المعتاد لدرجة قد تضطرين لاستخدام أكثر من فوطة في الوقت ذاته أو سدادة قطنية كل ساعة إلى ساعتين ثامنا إذا حدث نزيف بين فترات الحيض تاسعا إذا كان هناك شعور بألم لا يمكن احتماله أثناء فترة الحيض وأخيرا إذا حصل إصابة بالحمى أو الغثيان بعد استخدام السدادات القطنية ترجمة نانسي قنقر